هذا هذا ممكن ديره رئيس هذا ممكن ديره رئيس المكان الوحيد اللي راح له هو المانيا باش يعالش مدينة واحدة بعد اليوم اليوم حوالي عشرين شهر من وضعه على على رأس البلاد على رأس الكمشة العسكرية واجهة مدنية البلد الوحيد هو ممكن راح ايضا للسعودية مش عارفوا لكن راح الالمانيا ضرب فيها ثلاث شهر وهو صاحب افضل منظومة صحية في افريقيا الحقيقة ان منظومة صحية في افريقيا الاخبار اليوم كلها تتحدث على ان الكورونا راه دير ديرافاش وعلى ان المستشفيات تقريبا الان راه ما بين 75 الى 100% وحيانا في كثير من الحالات اكثر من 100% من طاقتها وان الكوارث راه تتمدد والحقيقة ان الكورونا لما نرجع فقط لحملتهم الانتخابية تشوف الكتف للكتف والتجمعات والاوضاع ومنش عارف ولا شيء وأنتم المتسببين فيها وأنتم المتسببين فيها هذا يصلح ان يكون رئيس من الواحد المواطن بلاخص ابنائنا وبناتنا في الانتحان الجاية ان شاء الله تعالى الباكالوريا تكون فيه امور تقنية ومش عارش به ما تمس الانترنت وما تمس الامور هذه يعني ابتداء من الباك القادم تكون فيه في الاستعمال وسائل تقنية عصرية التي تستعمل في الدولة يتقدم كونش فيها وجاء الباك القادم اللي هو هذا الباك اللي فات وشفته كيف شورته في صرار الانترنت وبالمناسبة الجلفة ايضا ولت عاصمة عاصمة كبيرة الجلفة اللي كثير من المدن انتاحها ولاية مدن الولاية والقرىها وأحياءها راه يتموت بالعطشية ايضا ولات الجلفة عاصمة كبيرة والناس قا شغلوا وهذا قا الناس اشتغلوا الانتزامات ملتزم بين القرار اللي اخداتوا الحكومة مؤخرا ده ادماج ربعميات الف ما قبل التشغيل أنا نوصلها ونوصلها بالسرعة اللي تنزم بالنسبة للتعشرطة بالنسبة اللي عاود مستدعاهم لخدمة الوطنية المينة الفرع عندي أنا دمنا نتزم راني في ولاية راني في ولاية اللي الكلمة تسوا فيها اطنان راح في ولاية اللي الكلمة تسوا فيها اطنان وهاو مشتغلوا الناس وتحلت المشاكل اللي اللوت وهاو صحبتها من راسد يسمح المواطن ولدها من راسد يركب في القطار من المحطة عندها من راسد قطار سريع قطار وكهرب يوصل العاصمة بعد من سواة إلى تسعة سواة بلا ما يحش بالصفاء سخصوا صحبتها من راسد بلك حتى القطار هو أسرع من الكلام اللي قالوا إلى أي ها حتى على الحرقة ها موتا ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش مئة في المئة ولكن نحاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعد شباب يمشي يفوته سبوع كله سبوع حين في البلاصة الفلانية ولو يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصته ما هيش ليه بلاصته في بلاده ممكن إجراءات أخرى ممكن أطباء نفسانية ممكن هذه ممكن هذه ممكن مشكلة صعب حقيقي والحل تعود أصعب لأن فيه تشعب ولازم أطباء نفسانين يعني اللي يحرقوا هما مرضى نفسانية اللي يحرقوا ماهوش لأن البلاد تغلقت على أهلها يعني بلاد مفيهاش خدمة على الأقل خدمة محترمة اللهم إلا القلة قليلاً اللي واصلة بالمعرفة أو خدمت من قبل أو في مناصبها من قبل لكن ملايين عاطلي مش لأن هناك ملايين عاطليين مش لأن هناك ملايين عاطلين مش لأن هناك ملايين لا يستطيعون أن يتزوجون لأن ما لا يجدون سكناً ليس لأن هناك ملايين لا يحملون شهادات ولا أي تكوين ليس لأن هناك ملايين عندهم أمراض ولا يجدون دواء ولا يجدون شيء كي الناس حرقت حرق خوه أو حرق باباه أو حرق أمه أو حرق بنته باش يروح المستشفى يعالش لأن المستشفى في البلاد ما تعالش واللي يروح من الخام الجزائريين اللي يروح واللي عنده المعارف وإذا كنت من أسحاب القوم الكبار تروح حتى في الطائرة الرئاسية يعني الحرقة هي مرض نفسي والله اللي يحتاج أمراض نفسيين أطباء للعقول وأطباء نفسانيين وأطباء سايكاتريك وأطباء سايكولوجيك وأطباء كل أنواع الأمراض النفسية هو أنتم لأنكم منقطعين هالشهد لأنكم عايشين في مقاطعة كلوب ديبان انفصالية وفيما يساويها في حيدرا أو في سيديفرج أو في زيرالدة لأنكم لا تعرفون ما يعانيه الناس لا تعيشون همومهم ولا مشاكلهم وتحدى فيكم أن تعرفوا الأسعار الخضر أو الفواكهة أو اللحوم لا تعرفون أنتم كل شي يأتيكم غراتيس كل شي يأتيكم باطل كل شي يوصلكم ومرات يأتيكم من الخارج أساساً إذا ما رحبتوش أنتم الخارج هو اللي يأتيكم والدليل أنه في الوقت اللي يروح تتعالش في ألمانيا ماتوا عشرات الألاف من الجزائريين أحياناً لأنهم لا يجدون طبيب لإجراء عملية وإذا وجدوا الطبيب ما يلقوش الخيط وإذا لقوا الخيط والطبيب ما يلقوش سكانير وما يلقوش لراديو وأحياناً ما يلقوش الدوا أنتم في عالم آخر لكنكم على بواباً تعيشوا تصنامي حقيقي نتمنى الله سبحانه وتعالى أن ينقذ فيه البلاد ويسقط فيه العصابات وينجي فيه البلاد لأن هذا الحقرة وهذا الخضب اللي رح يتصعد ما كنت شوفوا فيه البلاد رح على أبواب الانفجار لقدر الله لأن الناس خاص ما عادش قادر زي تتحمل إخواني مرة أخرى نجددها ونعيدها بإذن الله هناك أمل كبير أن الحراك ينقذ الشعب وينقذ البلاد وينقذ الوطن وينقذ الدولة وأن الاستمرار والصمود والثبات والمقاومة هو الحل وأن هؤلاء ما فيهمش أمل حتى أن واحد قالي يا رك ذكرت هذا وزير الأول بخير هل فيه أمل؟ أبداً أنا ذكرته على المستوى الشخصي لأن اللي كانوا معاه في البنك المركزي لما كان هناك ذكروه بخير وأنا أعرف هؤلاء أما كونه هو لو كان يكون لادريمن يعني يجيب أفضل أفضل حاكم في العالم اليوم أو في التاريخ لن يستطيع أن يفعل شيء مع كمشة الجنيرالات والحقيقة أن مسؤوليته كبيرة وهو مسؤول أن يقبل هذه المسؤولية وهو يعرف أن القرار هو قرار العسكر إذا كان يعرف وقبل هذه المسؤولية فهذه كارثة وإذا كان لا يعرف أن القرار هو قرار الجنيرالات وقبل هذه المسؤولية فهي كارثة أعظم وفي كافة الأحوال فإن للأسف هذا الإنسان اللي يقوله بالفعل أنه تكنقراط وأنه قادر على الشغل انتاعه بالرغم أن هناك من يشكك في ذلك إلا أنه ورط نفسه وبكل تأكيد سيحاسبه الشعب يوماً ما أي واحد يقبل مسؤولية سواء ما يسمى بالانتخابية أو تعيين في في ظل هذه العصابة خاصة بعد 22 فبراير 2019 اللي كانوا من قبل مفهومة قد تكون مفهومة وإن كان بعض الأحرار غاضر ولكن اللي جاءوا من بعد الشعب يقول الانتخابات مع العصابات ويدعوا إلى رحيل العصابات ويقول تبونه مزور ويقول جينيرو على فوبال ويقول وجوه وهم يأخذوا مناصب وزراء ومناصب سفراء ومناصب كبار قضاءة ومناصب ولات ومناصب جينيرو هؤلاء لا مسؤولين بطبيعة الحال أقل شيخي أنتم للشعب بما فيهم المرتزق اللي شاركوا في الانتخابات ولذلك أنا قلت لكم احتفظوا بقائمتهم هؤلاء اللي خرجوا بالرغم أنها كانت صدمة عنيفة لهم لكن مع ذلك هم رايحين يدوروا برلمان تح 5% باش فقط يروح الجيش الجزائري إلى مالي ويموت هناك ويقتل هناك وما نشعر فين بعد وين يبحثوه لكن إخواني ونحن نتحدث هكذا فالأمل كبير جدا والاستمرار على الحراك وإيجاد طرق ذكية وطرق متعددة والخروج في أيام متعددة وفي ساعات مختلفة ومن أحياء مختلفة هذا من بين الطرقات لأن بالفعل شعب الجزيرة متمسك بالسلمية وبإذن الله سيتستمر هذه السلمية وسيستمر هذا التمسك لكن العركين مخاطر وهي مخاطر انفجار وضع نتيجة للعطش نتيجة للجوة أي نتيجة ونحن نشوف ما يحدث اليوم في لبنان 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 اليوم أكثر من ثمانين بالمئة لا يجدون أكلا ثمانين بالمئة تحت خط الفقر والعشرين بالمئة الأخرى تعاني اللهم إلا أصحاب الطوائف هناك وما عندهم الطوائف وإحنا عندنا السفهاء ولذلك في انفجارات في لبنان كثيرة الآن والجميع يعتقد أن لبنان إذا استمرت شهرين أو ثلاثة هكذا فهي ذاهبة إلى حرب مدمرة وإلى كوارث مدمرة وبدأت حتى بعض الناس تقوم بمظاهرات مسلحة بسلاح إضافة إلى الحرق البنوك وحرق القصور وحرق أشياء كثيرة شيء اللي قد يحدث واللي ما نتمنوهش واللي الحرار لازم يسعى لكل شيء باش ما يكونش هو أن تكون هناك ثورة جياع لكن إذا لم يكن الحراك كبديل للناس تراه فإن الناس يكون أمامها الحرقة في البحر خاصة لضغط عليهم الدنيا ويكون أمامها ثورة ثورة الجياع لذلك الحراك حلاش يقولوا دائما أن الحراك والحراك السلمي هو حل للشعب وللبلاد وللناس وللجميع حتى لهؤلاء السفهاء اللي مش فاهمين ومش عارفين باللي إذا انتصر الحراك في أسوأ الحالات يحكمون قضاة عدول أما إذا ذهبت الأمور إلى طرق أخرى فإني لا لا يمكن أن أتنبأ بما قد يحدث لهم وهو كوارث حقيقية لكن هم عايشين وهم يوضعوا في الرتب وهم يوضعوا في الأوضاع وهم يوضعوا في صحابهم وهم يوضعوا حتى تنقلب الأمور على رؤوسهم ترجمة نانسي قنقر